بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقرة من لساني يفقه قولي اللهم آمين درسنا يا تامني اليوم الدرس الخامس عن التقوى ما هي التقوى؟ دائما نستمع أن القرآن الكريم والإسلام يحثنا أن نكون من المتقين ونرى العديد من الآيات التي تحث على أو تندح العباد المتقين في حياتهم اليومية وتقول مثلا ذلك الكتاب نريب فيه هدى للمتقين وصف أن الهدى الموجود في القرآن الكريم هو للمتقين وبشر المتقين عديد من الآيات والحاديث التي تدلنا وتحثنا على التقوى فما هي التقوى؟ نقول بالله التوفيق أن التقوى نحفظ تعرفها مع بعض هي قيمة من قيمة الإسلام إيش يعني قيمة من قيمة الإسلام؟ إن شيء يحثنا الإسلام عليه حرس الإسلام على تربية المسلم عليها وهي تشير إلى شو؟ مقافة المؤمن ربه والالتزام بأوامره والشناب النواهي دون الحاجة إلى مراقبة من أحد آه فيه شغل كثير مهم الإسلام الكليات يحثنا إلى التزام بالأوامر والشناب النواهي لكن هنا التقوى أنه أنت تكون لحالك مختلف في نفسك ولكن نتقل لا أن الله عز وجل هو يراني ويصنعني ويبصرني فأنا أتقل لا دون مراقبة دون وجود ماما جنبي ولا بابا دون وجود المعلمة بالامتحان ألاقي في تقوى في قلبي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله دائما دائما الإسلام حثنا على تقوى الله عز وجل في عديد من الأطفال هلأ في جغرة في مهمة نحن نعرف أن هي من القيمة الإيمانية ما يعني القيمة الإيمانية هي قيمة تعطيني إياها إيماني بالله عز وجل وهي وصيد الله عز وجل إلنا للأولين للآخرين إلى يوم قيام الساعة يقول الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتابة من قبلكم وإياكم يعني وإنتو كمان وصيناكم أن اتقوا الله يعني هذه القيمة إذا تربى عليها المسلم كانت كأنه يرى الله ويرى الأعمال دائما تكون مخلصة لله عز وجل وتكون خشية لله هي من الأولى الأمور التي يتصرف بها في جميع حياته وهي من القيم الإيمانية التي إذا تربى عليها المسلم كان مؤديا بما أوجب الله تعالى عليه فتراه يحافظ على الصلاة ويتصدق بماله ويصوم ويحج ويصدق في حديثه يحافظ على الأمانة والممتلكات العامة والممتلكات الخاصة شو يعني الممتلكات العامة؟ يعني مثلا زي الدرج بالمدرسة زي الساحة زي الألعاب هاي من الممتلكات العامة من الممتلكات الخاصة ألعاب أختك ما بصير تخربها لأنها مش إلك أغراض ماما أغراض بابا راجيا بكل ذلك الأجر والثواب ويتجنب المحرمات كبيرها وصغيرها فلا يشرك بالله ولا يقطع رحمه ولا يكذب ولا يغش خوفا من عقاب الله عز وجل إذن هنا بدي أحط على هاي الفقرة شو؟ إيجابيات التقوى إيجابيات التقوى هنا هاي الفقرة كلياتها شو بصير لنا لمن إحنا نفعل التقوى في حياتنا إيجابيات التقوى طيب هلا خلينا نشوف شو أهمية التقوى في الحياة حكينا أنه هي الأساس اللي إحنا نتصرف فيه وهي اللي ينبني عليه حياة المسلم من أهمية التقوى في حياتنا اليومية إنها هي تهذب السلوك شو أنت هذه بالسلوك؟ يعني بتخليك تتصرف لائق دائما كأن الله دائما يراك كأن سيدنا محمد دائما مطلع على أعمالك كأنه معلمتك دائما جنبك تخيل إنه فيه شخص أنت بتحبه وتحترمه هو شخص عالي المقام دائما يراك فإنت ما بترضى تتصرف تصرفات غير لائقة بالعكس بتكون كل تصرفاتك تضل على الأدب والأخلاق على التصرفات الرائعة فهنا جاء رسل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصيني أعطيني وصيه يا رسول الله فقال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير نرجع شعن تقوى الله دائما تراه حاضرا في أعمالك طيب كمان الأهمية الثانية بعد تهذيب السلوك هي من أكثر ما يدخل الناس الجنة عن أبي هرير رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق تقوى الله أنك تتق الله عز وجل بكل أعمالك وكل أقوالك ونظراتك وحسن الخلق رسول صلى الله عليه وسلم أصلا قال إنما بعثوا لئتن مما كارم الأخلاق هم التنتين بنصبوا في تعاملنا اليومية مع الناس مع إخواننا مع أهلنا مع أصدقائنا بالجارع بالسوء بالمحلات هاي هي شوفوا لما نسؤل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة من قال كثرة الصلاة ولا كثرة الصيام ولا قال كثرة يروح يجاهد طبعا هاي كلها أعمال صالحة لكن هنا كثير دلالة مهمة إنه هنا تقوى الله وحسن الخلق في المعاملات اليومية فأعطانا أهمية التقوى في المعاملات اليومية إحنا كل يوم منعمل كل يوم منتصرف كل يوم منتعامل مع أهلنا مع أصدقائنا فلما إحنا نحتسب أنه أنا بدي أكون من المتقين ندخل للجنة في أعمالنا اليومية العامل الثالث الذي من أهمية التقوى يبين لنا أهمية التقوى في حياتنا هي ميزان التفاضل عند الله عز وجل حيث قال إن أكرمكم عند الله مش أجملكم مش أكثركم متابعين على الفيسبوك ولا على سناب ولا على تيك توك لا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكثركم تقوى لله عز وجل فلا يقرب الإنسان عند ربه لا المال ولا السلطان ولا أنه من العائلة الفلانية ولا أنه أبوه يشتغل بالشغل الفلاني ولا أنه هو معدلها الأدلاء التقوى هو ما ينقربك إلى الله عز وجل فننتبه إلى هاي التقوى كتير كتير ونحرص أنه إحنا في تعاولاتنا اليومية نكون من المتقين لله عز وجل الثمار يعني الفوائد اللي أنا بجنيها كشخص بتعود علي لما أكون أنا من المتقين إن شاء الله نكون أنا وياكم من المتقين ثمار التقوى من هاي الثمار أول شيء توفيق الله عز وجل للمتقين وتفريقهم بين الحق والباطل لما أنت تخشى الله عز وجل بأعمالك اليومية الله عز وجل يلهمك أنه هذا الحق وهذا باطل يلهمك أنه تتق الله عز وجل إذا تقت لا عز وجل بخلي إلك نظرة أنه هذا بدون ما حد يحكي لك أنه هذا صح وهذا غلط يجعل إليك من داخلك شيء يفرق بين الصلاب وبين الخطاب يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا في إيش بصير في عندك وازع داخلي إنه لا هذا الشيء غلط هذا الشيء أنا ما رتحت له ما بدي أعمله فيجعل التقوى شيء في داخلك يفرق بين الحق والباطل الثمر الثاني تيسير الأمور وتفرج الهموم فيوفق الله عز وجل لأخذ الأسباب اللي يواجه فيها تحديات الحياة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى تقوى الله عز وجل تيسر لك أعمالك لما أنت تتصرف في حياتك اليومية كأن الله دائما مطلع عليك رب العالمين لخشيتك إله يسر لك أمورك والثالثة محو السيئات مضاعفة الأجر ودخول الجنة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرى ويعظم عفر ويعظم له أجرى الثمرة الرابعة انتشار الخير والفضيلة أنت لما تتق الله عز وجل وصاحبك يتق الله عز وجل وأمك تتق الله عز وجل فيكم وأبوك يتق الله عز وجل فيكم وفي نفسه والمجتمع يصير كوريته متق الله عز وجل يصير في عندي هذا سلوك إيجابي على سلوك جميع المجتمع وجميع الأفراد في مجتمعنا دائما دائما التقوى هي شيء كثير إيجابي من الأقلاق والقيم الإسلامية الرائعة للإسلام يحفنا دائما عليها ويتخلينا نحس أنه إحنا إذا كنا من المتقين الله عز وجل دائما راضي علينا ويحبنا ويرضى عننا من المواقف اللي صارت في الشر الإسلامية عن التقوى هي دائما هذا المثال القصة كثير حلوة ويتخلينا نشوف أنه إحنا كيف في حياتنا اليومية نكون من المتقين لله عز وجل كان في راعي على زمنه عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان عبدالله بن عمر قاعد فشاف هذا الراعي نزل من الجبل فكان بده يختبره شو عمل فراح على راعي هذا الغنم وحكى له بيعني واحدة من هاي الشياء من هالغنمات عطيني غنمة بيعني إياها وخدمي صريحة إلك طبعا هذا الراعي مش مالك الغنم إنما هو بيمسك هذا الغنم لأصحابها بس برعيها وبتخليها تعكل وتسرح في الأرض فهذا الرجل شو مش مالك إنما هو بس الشخص اللي بيطعمي وبسرح في هاي الغنمات فأجابه إنه إني أجير يعني معناها إنه هاي الغنمات مو إلي لو إنها إلي كان بيعتك لكني كأنها أمانة معي أنا أجير قوم معينين وهذه الغنمات ليست ملكي فما بستطيع إنه أنا أصرف بشيء ليس من ملكي فأجابه ابن عمر رضي الله عنه احكي لها سيدك إنه هاي أكلها الذئب عادي مش طبيعي إنه أنتوا عمالكم ترعوا تكونوا في غنمة بعدت عن القطيع وراح أكلها الغنم أكلها الذئب عفوا فيحكي لسيدك إنه أكلها الذئب وأنت خد فلوسها إلك فأجاب الراعي فأين الله عز وجل فأين الله عز وجل إذا أنا بدي أحكي لسيدي إنه هاي الغنمة أكلها الذئب وفعلا أنا أخذت فلوسها وخذت فلوسها وستمتحت أنا فيهم أين الله عز وجل عني أين الله عز وجل وهو يراني ويصنعني ويعلم خبيئتي ويعلم كل ما أخفيه وأعلنه فهنا كانت تقوى الله عز وجل لهذا الرجل هي من المواقف التي أثرت في ابن عمر طبعا هو كان من الصحابة الجليلين لكن هذا الموقف جعله يرى هذا الرجل وهو من أشخاص المتقين مع أنه إيش هو راعي فإذا نرجع نحكي إن التقوى ما بدها إيانا نكون رئيس وزراء ولا مدير ولا شيء كبير لا في حياتنا اليومية نتق الله عز وجل والله عز وجل يرضى علينا ويسر لنا أعمالنا ومير طيب شو الأشياء اللي بعيني على التقوى بدي أشياء تعيني أنا كشخص على التقوى وإن أنا أكون متقي في حياتي اليومية أول شيء وأدي الفرائض وأحرص على النوافل وأضي خمس الصلوات المفروضة علي وسيام رمضان والزكاة وطاعة الوالدين أحرص على النوافل شو هي النوافل؟ سنن الصلوات الويتر أنه أنا النوافل مش بس بالصلوات كمان مثلا الصدقة شفة شخص مثلا أتصدق بعشر أروش بدينار حسب استطاعتي من أكلنا اليوم نروح نعطي جيراننا اللي ما عندهم أكل كتير مستشعر فيهم طيب والأمر الثاني الأخلاق الحميدة أنه أنا لما أتخلق بالأخلاق الحميدة تسمو أخلاقي وكمان أحاسب نفسي وأقومها لما أنا أحاسب نفسي أول بأول أنا لش عملت هيك؟ أنا لش هيك حكيت مع ماما؟ والله إني كنت لقيم بدي أعتذر منها وأراضيها مع صاحبي أنا تعاملت معه بفوقية بدي أعتذر منه وهو أنا مش أحسن منه ليش أنا أحسن منه؟ لا والخامس أنه أنا أستشعر مراقبة لاي عز وجل إلي في كل أعمالي زي ما حكينا في تعريف الإحسان أن نعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك فهونا هذه من التقوى يعيني على كمال الإيمان والإحسان في ذاتي وسادس أدعو الله دائما في قول اللهم آتي نفسي تقوها وزكيها أنت خير من زكيها أنت وليها وأنت مولاها هيك إحنا من كون خلصنا درس التقوى ودخلنا على تعريفه ومن ثم كيف كيف يؤثر التقوى في حياتي وهمية التقوى وثمارها وأخيرا مواقف التقوى وكيف يعيني كيف أعين نفسي على تحصيل التقوى في ذاتي إن شاء الله نكون أنا وإياكم من المتقين في حياتنا اليومية نستشعر مراقبة الله عز وجل في كل أعمالنا حرص اليوم وهذا الأسبوع أن نتعيشوا في ظلال هذا الخلق الإسلامي أن المتقين لله عز وجل تستشعروا أن الله عز وجل دائما يرانا ومطلع علينا في جميع أعمالنا هكذا نكون انتهينا من دستنا يا تامي أصعد الله وقاتكم وحفظكم من كل شر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة